الأذكار الستة تعتبر هي رأس الحربة وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب الذكر الأول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد التزم به طوال اليوم الذكر الثاني كثرة الاستغفار استغفر الله وأتوب إليه الذكر الثالث يا ذا الجلال والإكرام والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة قال عليه الصلاة والسلام ألض بيا ذا الجلال والإكرام وألض معناها أكثر والزم يا ذا الجلال معناها يا ذا الجمال والكمال والعظمة والإكرام يعني يا ذا العطاء والجوت الذكر الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة وقال عنها كنز من كنوز الجنة الذكر الخامس هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله على قدر إكثارك من ذكر الله تنال محبة الله وعلى قدر إلحاحك في الدعاء تستنزل الإجابة وعلى قدر تكرارك للرقية الشرعية يكون فتكك بالشياطين وطردك للسموم الحسد والعين وغيرها